نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من واشنطن السيد سعيد عرقات المحلل السياسي سيد عرقات يعني تصريحات مشككة ومهددة بالانسحاب من القمة المرتقبة تخرج من بيونج يانج وواشنطن فإلى أي حد يمكن وضع هذه التهديدات في إطار محاولة كل طرف للحصول على مكاسب ما قبل القمة أعتقد أنه يمكن وضعه في مكان بارز من هذا الاحتمال الرئيس الأمريكي معروف أنه مغروم بالمقايضة وبالتالي هو يحاول أن يضع نفسه في موقع الموقع الأفضل من أجل المقايضة كذلك هناك ارتباك ليس فقط أنه يريد أن يتكتك حتى يصل إلى ما يريده هناك ارتباك بسبب وجود ربما خلاف صحيح بين مستشار الرئيس الأمن القومي جون بولتون وبين وزير الخارجية مايك بومبيو الذي ذهب والتقى كيم جانون فإذا هناك بعض الارتباك هناك تخوف وضجر من قبل كوريا الجنوبية سيدة رقات بالحديث عن المقايضة كما ذكرت قبل قليل البعض يقول أن ترامب يريد الحصول على صفقة بثمن بخص فهو لا يقدم لبيونج يانك في المقابل سوى إزالتها مثلا من قائمة الدول الراعي للإرهاب وفتح طريق أمامها لفك العزدة الاقتصادية والدبلوماسية بكل تأكيد كوريا الشمالية لديها أوراق قوية جدا في موقع القوة وليست في موقع الضعف كوريا الشمالية تحتاج أكثر من أي شيء آخر لفك الحصار الاقتصادي فهي تعاني من ذلك فبالتالي لن تقدم أي تنازلات إلا إذا كان هناك فتاعا اقتصادي ربما تعويضات أمريكية عن الحرب في بداية خمسينات قبل الماضي الكثير من الأمور فإذن كوريا الشمالية هي في الموقع القوي خاصة وأن كوريا الجنوبية تريد أن تحقق هذه الصفقة وهذا الاتفاق بأي ثبت فبتقديري محاولة الضغط على كيم جان أون بالقول أن مصيره قد يكون مثل مصير القذافي أولا يظهر عدم معرفة بتسلسل الأمور وهذا تصريح عدم معرفة بطبيعة نعم هذا تصريح عدم معرفة بطبيعة تفضل تفضل عدم معرفة طبيعة النظام في كوريا الشمالية أنا أعتقد أنه نظام ثابت وربما يمتلك الأرجح يمتلك القنابل النووية وأنه لن يقدم تنازلا أكثر من وضعها في العمل سيد أرقاة البعض توقف عند هذا التصريح الذي صدر عن مسؤول كوريا الشمالي والذي قال أن واشنطن تريد جرنا إلى مصير ليبيا والعراق فهل هذا ربما نفهم منه أن هناك دازلت هو كبير بين واشنطن وبيونج يونج بكل تأكيد لأنه أنا أعتقد أن بيونج يونج لن تتخلى عن أسلحتها النووية ربما توقف التجارب على الصوريخ البلستية ربما تضعها تحت المراقبة ولكنها لن تتخلى عن هذا الرادع الذي جعل رئيس الولايات المتحدة يطالب بقمة وأن يلتقي الرئيس الكوري الشمالي نعم شكرا لانضمامك إلينا سيد سعيدة رقاة المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من واشنطن موسيقى موسيقى موسيقى